السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعلم طريقة لمعرفة كرت الشاشة إن كان متصلع ومنفصل بدون أن يتنفذ اللابتوب مجرد أنه نضغط على ستار وبعدها نختار ران ونكتب دي اكس دي اي نطيع اوكي رح تظهر لي هاي نافذة دايريكت اكس اختار عن دي سي بلاي عندي السطر الأول اه عندي السطر الأول إذا شفت بهذا المكان مكتوب كلمة اي 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 او نفيذية فهذا يدل على انه هذا الكارت منفصل اما اذا كانت مثل ما موجود امامي انتل فهذا يدل على انه هذا الكارت متصل فالهنا ينتهي هذا الفيديو واتمنى يكون واضح للجميع اذا كان عندك اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني السلام عليكم ورحمة الله